اشتركوا في القناة ولا كاتب ولا حتى ديوان ينبغي ان يكون نبيا بل يعمل عمل الانبياء السلام عليكم السلام عليكم انه الهرمزان يا امير المؤمنين اعوذ بالله من النار واستعين الله الحمد لله الذي اذل بالاسلام هذا واشياعه يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا تبطرنكم الدنيا فانها غرارة انه ملك الاهواز يا امير المؤمنين الان تقول له شيئا لا حتى لا يبقى عليه من حليته شيء يا احنف هل اثقلتم عليهم الجزية حتى دفعتموهم الى نقض عهدهم وقتالهم لنا المرة تلو المرة انك يا امير المؤمنين نهيتنا عن الانسياح في بلاد فارس وامرتنا بالاقتصار على ما في ايادنا لكن ملك الفرس حي بين ظهرانينا والله ما اجتمع ملكان الا اختلفاء وخرج احدهما على صاحبه فاذا لنا ان نسيح في بلادهم وننتهي منه عندها ينقطع رجاء اهل فارس به وتدين فارس لنا صدقتني والله اخاف ان تقتلني قبل ان اخبرك لا تخف لن اقتلك قبل ان تخبرني حلقي يا جاف اريد ماء احضر ماء لو مطت عطشا لا اشرب بمثل هذا اخاف ان اقتله وانا اشرب الماء لا بأس عليك حتى تشربها املأ له قدحا اخر ولا تجمع عليه القتل والعطش لا حاجة لي في الماء انما اردت بهذا ان امنح الامانة وقد امنتني كذبت صدق يا امير المؤمنين قد امنت ويحك انا اؤمن قاتل مجزئة نعم قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني وقلت كذلك لا بأس عليك حتى تشرب الماء وهل عفى عنه امير المؤمنين نعم لكن اشترط عليه ان يستمر فاعلن اسلامه واسكنه المدينة وامر له بالفين من الدراهن فجازاه عدو الله بالتآمر على قتله يا مسور دعني مع عثمان وعلي لوحدنا امرك يا خالي انكم اخيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عنكما وهو راض لم تألوى جهدا في نصرة الاسلام ونصرة نبيه ولا اعرف عنكما ضلالا ولا غيا يا عثمان يا ذنورين يا من زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه وقال له عندما توفيتا رحمهم الله لو كانت عندنا ثالثة لا زوجناكها يا عثمان وشرف الزواج من ابنتي نبيه لم نعلم ان ناله بشر الا انت واذ خلق الله ادم حتى الان وان انسى ما انسى قوله لك بعد النفقة التي قدمتها لغزوة تبوك اذ قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم وانت يا علي يا ابن عم الرسول وزوج ابنته يا من فديته ونمت في فراشه يوم الهجرة ودعاك النبي صلى الله عليه وسلم وزوجتك وابنيك لمباهلة اهلنا جران وقال هؤلاء اهلي يا من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم اذ قال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه ودعا له في حجة الوداع اذ قال من كنت مولاه فعلي مولاه وقال لك انت مني بمنزلة هارون من موسى الحمد لله والان يا عثمان تعاهدني ان وليت لتعدلا وان ولي عليك علي لتسمعن له وتطيعن اعاهدك بالله وانت يا علي تعاهدني ان وليت لتعدلا وان ولي عليك عثمان لتسمعن له وتطيعن اعاهدك بالله لا توكل على الله من تظن سيكون اميرا للمؤمنين من بين اولاي السكرة لا ادري انهم جميعا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم ولقد تعاملت معهم عيشتهم فوالله ما رأيت احسن خلقا ولا افضل تعامله بسم الله الرحمن الرحيم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله رحم الله امير المؤمنين عمرا واسكنه فسيح جناته اما بعد فقط قال الله تعالى والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان امراءكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وامركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واحمد الله ان جعل امرنا شورى بيننا ايها الناس اني سألتكم في امرنا هذا سرا وعلانية جمعا واشتاة حتى خلصت الى النساء في خدورهن وسألت الولدان ومن يرد من الركبان والاعراب المدينة ثلاثة ايام بلياليها فرأيت ان عامة الناس لا يعضلون بعثمان يا عثمان هل انت مبايا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل ابي بكر وعمر اللهم نعم اللهم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد اللهم اني جعلتم في رقبتي من ذلك في رقبتي عثمان ايها الناس تعالوا فبايعوا اميركم عثمان بن عفان قد تختلفوا غراؤهم لكن طلبهم رضا الله سيجمعهم ان شاء الله سمعت ان الامر حصر بين عثمان وعلي وهذا ما يثبت قوله فقد تخلى اربعة منهم عن المطالبة بهذا الامر لصالح عثمان وعلي لماذا لم يتخلى احد هذين الصحابيين عن حقه في الخلافة للاخر ان عبد الرحمن بن عوف سأل عثمان مذكان ستة وقال له ورأيت ان لم اولك بمن تشير علي قال بعلي ابن ابي طالب وسأل علي نفس السؤال فقال علي بعثمان بن عفان بارك الله فيك سلمت يداك يا اخي ايها الناس اسمعوا وصية امير الممين بن الخطاب التي امناها قبل وفاته الى الخليفة الذي بعده ثم اركب الحق وخض اليه الغمرات وكن واعظا لنفسك واناشدك الله الا ترحمت على جماعة المسلمين فاجللت كبيرهم ورحمت صغيرهم ووقرت عالمهم ولا تضربهم فيذلوا ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها فتفقرهم ولا تجعل المال دولة بين الاغنياء منهم ولا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم هذه وصية اليك واشهد الله عليك واقرأ عليك السلام رحم الله بن الخطاب رحم الله بن الخطاب الحمد لله الذي هدى المسلمين لاختيار أمير لهم يعرف بالسابقة في الإسلام والبذل في سبيل الله لقد أتعب أبو بكر وعمر كل من سيتولى الخلافة بعدهما رحم الله بن الخطاب ما مات حتى وطض أركان دولة الإسلام ونشر أريجه فوق أسقاع المعمورة من مصر إلى بلاد فارس لن تقوم للفرس قائمة بعد نهواند وملكهم يزجرد يفر من مدينة إلى أخرى حتى الشام ومصر يسودهم الهدوء والسكون بعد وفاة هراقل ونحن هل سنرقن هكذا إلى حياة الدعة والهدوء؟ لم تكن حربنا يوما غاية أو مطلبة إنما هي أداة وسيلة لنشر دين الله أتدري يا عاصم أفكر في إحضار أمي وعائلتي للعيش هنا حقا ولم لا والجهاد ومتى عاقت النساء المسلمات والرجال عن الجهاد أتدري يا عاصم فلنذهب إلى المسجد فقد سمعت أن عبدالله بن مسعود قد خدم من المدينة هذه أول قضية طارد على أمير المؤمنين على توليه الخباس قال الله في عونه كيف سيحكم في هذه القطمين؟ القاتل هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب ابن ثاني خلفاء رسول الله وابن أحب الناس إلى قلب أمير المؤمنين عثمان فمر أبو لؤاتا بأبي ومعه خنجر له رأسان فتناوله أبي منه وقال له ماذا جئت تصنع بهذا في المدينة؟ فقال له آنس به وعندما أعاده أبي إليه رأاه عبدالرحمن بن عوف وعبدالرحمن بن أبي بكر فظلنا أن أبي هو الذي أعطاه الخنجر لقد سمعتم ما قال القماذبان دفاعا عن أبيه فأشير علي هداكم الله ما كان لعبيد الله أن يقتل الهرمزان وجفين بدون أمرك يا أمير المؤمنين حتى وإن ثبتت عليهم تهمة المشاركة بقتل عمر وقد قتل ابنة أبي لؤلؤة وهي غير متهمة وأنت يا علي ما تقول في هذا الأمر؟ صدق سعد فيما قال فأمر تطبيق حدود الله يرجع إليك لذا أرى أن يعاقب عبيد الله على ما فعل وعقوبة القاتل القتل يا أمير المؤمنين يقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم يا أمير المؤمنين قد برأك الله من ذلك قضية لم تكن في أيامك فدعها عنك أما بعد فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد مات ولم نرى يوما أكثر نشيجا منه وإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمعوا ولم يألوا خيرا عن المسلمين فاختاروا خيرهم عثمار بن عفان أميرا للمؤمنين فبايعوه هيهات يا عمر هيهات لا مفر من أن نقضي بهذا الأمر فبما تقضي يا أمير المؤمنين نقضي بشرع الله يا طلحة أخبروني من أولياء دماء القتلى ابن الهرمزان ولي دم أبيه أما جفينة وابنة أبي لؤلؤة فليس لهما ولي نعرفه يا أمير المؤمنين إذن فالأولى أن نبدأ بجفينة والفتاة لأنهما ليس لهما ولي لكن من سيكون وليهما؟ أنت يا أمير المؤمنين فأنت صاحب الأمر وأنت ولي من لا ولي له حسنا حسنا تعلمون أن لولي أمر القتيل في شرع الله أن يعفو عن القاتل ابتداء دون طلب دية وأجره على الله نعلم ذلك بالله ولولي الدم أن يقبل الدية بدل الدم وله أن يطلب القصاص له ذلك أيضا يا أمير المؤمنين إذن بما أني ولي دم جفينة وابنة أبي لؤلؤة فإني أطالب عبيد الله بديتهما خيرا فعلت يا أمير المؤمنين أما فيما يخص أمر الهرمزان فابنه هو ولي دم أبيه القتيل صدقت يا أمير المؤمنين هذا حكم الله يا ابن الهرمزان عبيد الله قاتل أبيك وأنت أولى به منا خذه فقتله إن شئت لم يتجاوز حكمك شرع الله أليس كذلك يا علي؟ أصبت يا أمير المؤمنين أعفو عنه وأجرك على الله إنه ابن أمير المؤمنين فقد أباه كما فقدت أباك أيها الناس تعلمون أن إلي قتله وإلي العفو عنه كما حكم بذلك أمير المؤمنين أليس كذلك؟ بلا هل تقدرون على منعي؟ لا فأني أعفو عنه وأتركه لله ولكم الحمد لله أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ 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 إن شاء الله أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أكتب إلى عمال الخراج أما بعد فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق خذوا الحق وأعطوا الحق به الأمانة الأمانة تقوم عليها ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم الوفاء الوفاء لا تظلم اليتيم ولا المعاهد فإن الله خصم لمن ظلمهم واكتب كتابا إلى عامة المسلمين أما بعد فإنكم إنما بلغتم بالاقتداء والاتباع فلا تلفتنكم الدنيا عن أمركم فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداء أمير المؤمنين طلب مني أن أتولى القضاء ماذا قلت له؟ قلت له لا أقضي بين اثنين ولا أأم رجلين وقلت كذلك أما سمعت يا أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال من عاد بالله فقد عاد بمعاد قال بلى قلت له فإني أعوذ بالله أن تستعملني وأعفاك؟ نعم أعفاني لله دره لم يعرض علي القضاء إلا بعد أن انتهت قضيته خشي أن تؤثر سلتي بك على حكمه عليك فيما لو تبليت القضاء بماذا كنت ستحكم لو عرض القضيتي عليك؟ بما حكم به أمير المؤمنين فنحن ننفذ شرع الله لا نضعه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتقت إلى الديار اشتقت إلى الديار وإلى مراتع الصباح ومن سكن الديار كان قلبي يرتجف خوفا وهلعا عليك كلما سمعت عن معركة حدثت أو قتلا سقطوا كنت أدعو للمولى كي يحميك ويعيدك إلي سالمة لا أخفيك طالما شعرت بالفخر والعزة وأنا أسمع صدى بطولاتك تتناقلها الركبان قبل أن يمن علي الله بنعمة الإسلام كنت أقاتل لمجد قومي ومجد أنا كغيري من الناس أما بعد أن صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمته أسماء ثواب الناس زائل وثواب الله دائم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا كتاب أمير المؤمنين إلى الأمير معاوية أما بعد فياولات الأمصار اعلموا أن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء عندما غادرتكم لأول مرة كنت أجهل ما ينتظرني فقد خرجت للجهاد في سبيل الله أما الآن فالسلام والهدوء يا سوداني أرض الإسلام والكوفة جميلة وسوف نقطنها جميعا جميعا أجل يا أسماء جميعا ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم ثم تثنوا بأهل الذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء لأمير المؤمنين السماء والطاعة إنكم حماة المسلمين وذادتهم وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا بل كان على ملأ منه ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله لكم ويستبدل غيركم فانظروا كيف تكونون فإني أنظر فيما ألزمن الله النظر فيه والقيام عليه ترجمة نانسي قنقر أما من أحدا بالباب يريد مقابلتي لا يا مولاي تبا لهم كانوا يقفون خارج المدائن أشهرا حتى آذن لهم بمقابلتي كانوا يتمرهون عند قدمي وهم يتوددون لي أما الآن الآن يتجاهلونني ولا يردون على رسائلي هم الخسرون يا مولاك نعم هم الخسرون عندما أستعيد ملكي وأؤدب هؤلاء العرب سيعود الجميع إلى التمسح ببساطي وتقبيل قدمي لن تنتهي الحرب بعد بأربعة آلاف جندي سأستعيد عرشي ومملكتي بأربعة آلاف فقط ما لأراك مغضبا أيها القائد غفر الله لسعدني أبي وقاس لم أفهم كيف احتمل شكاو أهل الكوفة عندما كان أميرها والله والله لم يأل جهدا في تنفيذ ما يطبون ومع هذا استمرت الناس في الشكوى والتذمر حتى المغيرة ابن شعبة المشهور بالذكاء والدهاء والفتنة لم يسلم من شكواه لم يطرق بابا إلا وطرقه يا رجل ولا وسيلة إلا واستخدمها ولم يكسب رضا أمير المؤمنين ينتظر فلقد استشارني في تولياتك الكوفة فقلت إنك أهل لها لا يا أبا محمد ليست لدي رغبة في الولاية أو الإمار فقد نلت منها ما يكفينا إن كانت خيرا فقد نلت منها وإن كانت شرا فقد كفاني الله عنها إنها رد اعتبار لك وعليك قبولها قلت لك ليست لدي رغبة فيها هل في نفسك شيء لأن الفاروق أعدلك عنها؟ لا والله ما ألوم الفاروق بشيء ولكنني أشعر بغسة اللي ما حدث قلت أنت في سبيل الله وضعت الإيمان بالله ومصلحة المسلمين نصب عيني ثم أجد نفسي متعاما من بعد أهم الكوفر أني لا أقسم في السوية ولا أعدل في قضية ولا أغز في سرية وفوق كل هذا لا أقسم في صباح كيف أتى يا عاصم؟ الحمد لله لك مرحبا بك يا عاصم الحمد لله على سلامتك يا أمه لكن عمر نهرهم وقال لهم إن الدليل على شركم وبطلان ما عندكم قدومكم بهذه الشكوى في الوقت الذي جمع لكم الفرس وجموعهم لملاقاتكم في نهوان صدقت لكنه أمير المؤمنين وعلي أن يتأكد من كلام الرعية كم شعرت بالحزن والأسوى ومحمد بن مسلم ممسك بيدي يطوف بي مساجد الكوف يسألهم عني كل قل له الله لا نعلم عنه إلا خيرا ولا نجتهي به بدلا إلا أسامة بن قتادة هو الذي ظلمني وافتر عليه سمعت من بعض أهل الكوفة أن أسامة هذا أعماه الله وصار يتعرض للنساء في السكك فإذا عوتب قال إنما أنا مفتون أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص الرجل المبارك ماذا تقول؟ الحمد لله الحمد لله الذي كشف زيف الدعاء وجزاه رحم الله أمير المؤمنين عمر كان موقنا من براءتك وزيف الدعاءاتهم حتى إنه قال وهو على فراش الموت والله ما عزلت سعدا عن عجز أو خيانة وأوصل خليفة بعدي أن يستعمله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أيها الناس إنكم انشغلتم بالحمام ولعب النرد حتى ألهتكم عن الصلاة وعن ذكر الله لذا فإني أنذركم من وجدت في بيته نردن هدمت عليه بيته ولن أدع لكم حماما يلهيكم عن ذكر الله من وجدت لديه حماما ذبحت الحمام وأطعمته للفقراء ألا هل بلغت؟ جئت أحسم أمر ولاية مصر مع أمير المؤمنين على كل حال نحمد الله على سلامتك يا عم تبدل حال أهل مدينة كثير أراهم يرفيون بالنعم وتبسلوا بين أيديهم الخيرات نعم الخيرات والنعم تتدفق على أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأبصال حتى إن أمير المؤمنين أمر بصنع خذائن لهذه العائدات كيف تتسير لها وأمير للمؤمنين مع أنه أمير للمؤمنين ومنكم أغنى أغنياء العرب في الجهلية والإسلام فقد زرت بالفارحة فوجدته يأكل الخلف السيد فسألته عن ذلك فقال إنه يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حياة التقشف التي كانت بأيشونها لقد أكثر الناس من الانشغال بطياران الحمام ولعب النرب فنهاهم أمير المؤمنين عن ذلك وأمر بذبح الحمام وهدد بحق كل بيت يجد فيه النرب خرج الناس من شظة العيش في العرب وهذا ما نبأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين الغال ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الحيات كما بسطت على من كان من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما لا أيها الناس أيها الناس أخذوا إلى كثوتكم وأخذوا إلى العسل والسمن أيها الناس أيها الناس أخذوا إلى كثوتكم وأخذوا إلى السمن والعسل صار السمن والعسل يوزعوا على الناس؟ نعم ما ينتهي المنادي من دعوة الناس إلى السمن والعسل حتى يدعوهم إلى أخذ نصيبهم من بيت المال أو ليوزع عليهم الكسوة لقد أزلطني القول والله يا عبد الرحمن والله إني لأخشى على المسلمين أن تبدل هذه الخيرات من أخلاقهم وأن تنسيهم شكر الله يعزلني أمير الكوفة لأمي لا أحسن الصلاة ويوليني أمير المؤمنين على الصلاة والجند في الكوفة جزار الله عني كل خير اللهم لا تأخذني بما يقولون أخفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيراً مما يظنون أنت تشغل أباك بصنع السيوف دائماً كأنه لعمل لديه سوى تنفيذ رغباتك دعيه يا أسماء كيف وجدت الكوفة؟ لقد استطلعت موظم معالمها مع والدتك ولم أشعر بأي غربة هنا فالناس فيها نقلوا معهم كل عاداتهم شعرهم وفخرهم حتى خصوماتهم تراها هنا هذا ما يخيف ويبعث على القلق بعد أن صار الإسلام العرب في بوتقة واحدة جاءت حياة الدعة والهدوء لتحيي النزعة العصبية والقبلية ألم تكن قريباً من سعد بن أبي وقاص عندما اختارها وسكنها للمرة الأولى؟ بلى وكم حز في نفسي عزله عنها بعد أن اشتكاه بعض أهل الكوفة الناس هنا كثيرو الشكوى يا أسماء أعيوا ابن الخطاب حتى أنه بدل لهم خلال عامين خمسة ولاة على الرغم من ذلك استمروا في الشكوى ضاق بهم ثرعاً حتى أنه قال من يعذرني في أهل الكوفة؟ ماذا يريدون؟ سألهم عمر من تريدون يا أهل الكوفة؟ فقالوا أبا موسى الأشعري فولاه ثم عادوا يتذمرون منه ويطبون خلع فقال لهم عمر أنائذ يا أهل الكوفة أتريدون والياً قوياً شديداً يحفظوا الحقوق؟ أم تريدون والياً ضعيفاً لكنه تقي؟ فلم يجيبوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف أنت يا مطر؟ بخير الحمد لله برك الله فيك يا ولدي تبطبل أولادك؟ وما الغريب في العمر؟ العطف والحنان من الأوجه الضعف والخبلان لا يجدر بالفارس التحلي بهما يا مطر الليث يعطف على شبله فهل يعرف عن الليث الضعف؟ اسمع أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون الصبيان فوالله ما نقبلهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلبك؟ أسأل الله إذن أن لا ينزع الرحمة من قلبي أبدا لقد أرسل ابن الخطاب يوم كان أميرا للمؤمنين أحدهم ليوليه فلما دخل ذلك الرجل على عمر وجده يقبل أحد أبنائه فاستغرب ذلك الرجل كما استغربت أنت وشعر ابن الخطاب أن الرحمة قد نزعت من قلب ذلك الرجل فقال له والله والله لا تلي لي عملا أبدا حسنا سأجبر نفسي على الرحمة حتى تكون الرحمة خلقي إن شاء الله أعذرني أعذرني يا ابن العم فلقد نسيت سبب قدومي وفيما قدومك؟ أخوك عاصم ينتظرك في دار ابن مسعود كي تذهب سوية لاستقبال والي الكوفة الجديد والي الكوفة الجديد؟ من؟ موسيقى 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 موسيقى